السلام عليكم ومرحبا بكم في أخبار ألمانيا أصدقائي الخبر الذي يتغى هذا اليوم على الساحة الألمانية هو التقرير الذي نشرته وزارة الداخلية بعد سؤال من عند حزب اليسار الألماني حزب اليسار الألماني قدم سؤالا إلى وزارة الداخلية يسألها عن حجم الهجمات التي يتعرض لها اللاجئين من عند العنصريين فجاوبت وزارة الداخلية وأعطت أرقام هي أرقام نوعا ما انخفضت الهجمات بالمقارنة مع سنة 2016 أو سنة 2017 لكن الرقم ما زال مخيفا جدا سأخذ لكم الخبر من القناة الأولى الألمانية وكما تلاحظون إلى حدود هذه الساعة وإلى حدود هذا اليوم في سنة 2018 تعرض 627 لاجئ إلى اعتداءات إلى اعتداءات أو إلى عنف أو إلى عنصرية من عند العنصريين المتشددين و77 هجوما أيضا كان على الهيمات يعني قام بعض العنصرين إلى حدود هذا اليوم كان هناك هذه السنة 77 هجوما على هيمات يسكنها اللاجئين ويعني 667 يعني من شهر واحد إلى شهر تمانية 667 اعتداء وعنف ضد الأجانب وضد اللاجئين هو أيضا رقم كبير إذا قارنناه مع سنة 2017 سوف نرى بأنه سنة 2017 تعرض 1227 لاجئ للاعتداء من عند العنصريين ومن عند اليمين المتشدد في سنة 2016 تعرض 2259 لاجئا إلى الاعتداء من عند الأجانب ومن عند اللاجئين وهذه الأرقام هي أرقام من عند وزارة الداخلية كما تلاحظون أغلب هذه الاعتداءات التي يقوم بها الأجانب يعني التي يقوم بها العنصريين العنصريين يعني الذين ينتمون إلى أحزاب يمينية متشددة ضد الأجانب أغلبها تكون بالضرب يعني الضرب مبرح إما يضربون الأجانب بالسكاكين أو بالعصي أو بإطلاق النار شفيغ بغانشتيفتونج يقومون بحرق هايمات أو يقومون بحرق منازل اللاجئين ومنازل اللاجئين زخب الشيديقونج يقومون بتكسير دراجات سيارات محلات لاجئين أو محلات أجانب كفولكس فيهيتسونج يقومون بعمل ضجة يعني فولكس فيهيتسونج هي عندما يقومون بنشر كلمات سيئة ضد الأجانب وتحريض يعني تحريض الشعب هي فولكس فيهيتسونج باللايديغونج يسبون الأجانب بالفم يعني يذهب عند أجنبي ويسبوه إلى آخر ومن امتلاك بعض الأسلحة الخطيرة النارية أيضا يعني الحزب اليسار الذي يسمى اللينك هو من الأحزاب المتعاطفة كثيرا مع الأجانب ومع حقوق اللاجئين قال بأنه قال بأنه يعني يعني ارتفاع الجريمة ضد الأجانب وضد اللاجئين في ألمانيا سببها هو ما يقوم به حزب الـ AFD حزب البديل الذي هو حزب يميني وحزب الـ CSU الذي هو حزب وزيرة الداخلية السيد وزيرة الداخلية زيهوفا وقال بأنه يعني الضجة التي يعملونها والكلام الذي يتكلمون به والضغوطات التي يضغطون بها على اللاجئين وسياسة اللجوء هي سبب في إطارات يعني وارتفاع الكراهية ضد الأجانب ودعا يعني دعا أن حزب البديل أو حزب الـ CSU حزب وزيرة الداخلية أن يغيروا شيئا ما من لهجتهم لأنهم هما السبب في ارتفاع الجريمة ضد اللاجئين الآن السؤال لكم ما رأيكم في هذه الأرقام إلا إلى حد الساعة سجلت وزارة الداخلية 627 اعتداء على الأجانب و77 هجوم على هيمات ما رأيكم في هذه الأرقام بصراحة بالنسبة لي أنا أرقام ما زالت كبيرة رغم أنه 627 ستقولون لي يوجد أكثر من 2 مليون لاجئ في ألمانيا و627 يعني رقم قليل طبعا رقم قليل لكنه مخيف جدا خصوصا أنه ألمانيا دولة ولله الحمد ديمقراطية ومتفتحة لكن كل ما زادت لهجة حزب البديل وحزب الـ CSU كل ما زادت الاعتداءات على الناس ونحن لا نريد أن تحصل مثل هذه الأمور هل سبق لكم أن تعرضتم إلى اعتداءات إلى سب إلى الشتم إلى عنصرية إلى إقصاء شاركوا معنا الرأي كان هذا هو بالنسبة لي اليوم أهم خبر في الساحة الألمانية هو تقرير وزارة الداخلية عن الاعتداءات التي يتعرض لها اللاجئين في ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم وإن شاء الله سأمدكم بآخر الأخبار اشتركوا معنا في القناة وانشروا الفيديو فعلوا الجرس السلام عليكم